يتواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي شارلورواء آدم زورغان محل طماع عديد الأندية الدور الفرنسي ونشرت مصادر فرنسية أن نادي لونس ينوي التعاقد مع خريج مدرسة باردو الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي البلجيكي حتى 2027 شاروا أن نادي شمال فرنسا سيلعب رابطة أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في بطولة الليغ 1